اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة اليوم سنخصصها انشطات قويمية وداعمة ومدارسة موضوع البحث اللي تكون به في الحلقة الفيتة الآن سنستمعوا انا سنقرأوا ثم انتبهوا معايا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قل عوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والآن من بعد ما استمعتوا القراءة هذين قوموا بإنجاز جوج ديال التمارين اللي عندكم في الكتاب المقرر وقد نبدأوا بقراءة النص تبهوا معي الشاشة وعبروا عن رأيه يواظب سكان العمارة على حصة التعلم بالمسجد إلا الحاج إبراهيم يدعي أن انشغالاته لا تسمح له بذلك ما رأيك في موقف الحاج إبراهيم إذن إلا انتبهتوا معي لهذا النص أش كان قصدوا بيواظبوا شنو كان قصدوا بيواظبوا يعني سكان العمارة تحضروا دائما الحصة الدراسية مواظبين على الحضور للحصة الدراسية لكن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين شنو فهمتوا من هذ النص سنطلب من عبد الله يتكلمنا على شنو فهم من هذ النص تفضل عبد الله سكان العمارة كلهم تحضروا المسجد باش يتعلموا إلا الحاج إبراهيم سبارك الله عليك فعلا هذا هو مضمون النص لكن علش ما تحضرش الحاج إبراهيم تقول الحاج إبراهيم بأنه عنده مشاغل ما كتمكنوش من الاستفادة من دروس محول أمية بالمسجد وغضي نطلب من عائشة باش تقول لنا الرأي ديالها والموقف ديالها من التصرف ديال الحاج إبراهيم تفضلي عائشة وخام شغول يمشي يخصص وقت من وقته باش يتعلم يقرأ الله عليك عائشة هلاش لأن التعلم جزء من حياتنا وخصنا نعطيهها أهمية وباش تنصحو الحاج إبراهيم كالنصحوه يلتاحق بأقرب مسجد للسكنة دياله ويقوي عازمته ولا أي مكان اللي ممكن يقرأ فيه يقوي عازمته إرادته الحضور دروس محو الأمية وينضم وقته وقد نقرأ أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين كاملين هذه الخلاصة ينبغي أن نخصص وقتا لطلب العلم لأنه ضروري في حياتنا الالتحاق بأقرب مسجد أو أي مكان آخر مخصص لدروس محو الأمية المواظبة على حضور دروس محو الأمية تحتاج إلى عزيمة وإرادة وتنظيم للوقت أنا غادي نقرأ وحاول أنتم ترددوا من بعد ويرددوا معنا كذلك سيد المشاهدين والمشاهدات ينبغي أن نخصص وقتا لطلب العلم لأنه ضروري في حياتنا مزيان الالتحاق بأقرب مسجد أو مكان آخر مخصص لدروس محو الأمية مزيان المواظبة على حضوري المواظبة على حضوري دروس محو الأمية دروس محو الأمية تحتاج إلى تحتاج إلى عزيمة وإرادة عزيمة وإرادة وتنظيم للوقت وتنظيم للوقت بارك الله عليكم الآن سنتقلوا للتمرين الثاني انتبهوا معايا الشاشة المطلوب منكم في هذا التمرين توصلوا بخط بين العبارة وما يناسبها أعوذوا بكلمات الله التامات من واش غادي نوصلوا شر ما خلق أو كل ما خلق وغادي نطلب من إلياس هو اللي غادي يجاوبنا فين غادي نوصلوا بالسهم إلياس واش شر ما خلق ولا كل ما خلق شر ما خلق تبارك الله عليك إلياس إذن أعوذوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق جواب صحيح علش اخترتوا هاد الجواب حيث هاد الدعاء تحفظ من شرور جميع المخلوقات بالإضافة القراءتنا لصورة الناس والفلق المعوذتين ثلاثة ديال المرات مع هاد الدعاء تحفظنا الله من شرور جميع المخلوقات شكون يقرأ لي العبارة الثانية اللي بقات وهذه نطلب من خديجة تقرأها تفضلي خديجة كل ما خلق مزيان كل ما خلق واش هاد الجملة صحيحة خديجة لا لا ماشي صحيحة جيد حيث ما كنستعدوش ما كنستعدوش من كل المخلوقات وإنما من شر ما خلق فقط الآن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين أنتقلوا لاستظهار الصورة وغادي نستمعوا لاستظهار إحدى المستفيدات وغادي نطلب من سانا باش تعذى علينا هاد الصورة الكريمة تفضلي سانا بسم الله الرحمن الرحيم قول أعوذ برب الناس تفضلي سانا أعوذ أعوذ نعم أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي وسوس في صدور الناس من الجنّة والناس بارك الله عليك سانا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين كنت كلفتكم بالبحث في الحلقة الفيتة عن آداب طالب العلم غادي نستمعوا لبعض المستفيدين اللي غادي قدموا لنا البحوث دياله وغادي نبدو بإلياس تفضل إلياس شنو الجواب اللي عندك اللي بغا يتعلم خاصة تكون عنده النية باش يتعلم بارك الله عليك خاصة يكون عندنا بالإضافة للنية اللي تكلم عليها إلياس خاصة يكون عندنا الأخلاق ديال طالب العلم وفيما يتعلق بتنظيم الوقت اللي تكلمنا فيها مع الحاج براهيم خاصة نجعله التعلم أولوية ونحضروه وما نغيبوش بدون عذر ونحتارمو موعد الحصة التعليمية وما نتأخروش عليها وننظموه أختنا اللي استفادة منه هادي نتاقلو البحث التاني وغادي نطلب من سلمة تقول لنا شنو القاتل في الجواب ديالها تفضلي سلمة خاصة نضروري نمشي ونقرأوه ونغيبوش حاسان خاصة نضروري نمشي ونقرأوه ونبقاوه مواضبين ونصبروه باش يمكن لنا نجنيو تمار ديال العلم ودابا غادي اتبعو الخلاصات ديال كلامكم اللي غادي ازدهر على الشاشة من آداب طالب العلم إخلاص النية التحلي بمكارم الأخلاق المواضبة واحترام توقيت الحصة التعليمية تنظيم الوقت للاستفادة منه إذن أنا غادي انقرأ دابا وانتما غادي ترددون من بعدي من آداب طالب العلم من آداب طالب العلم وما فيها بس يرددون معنا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات إخلاص النية إخلاص النية التحلي بمكارم الأخلاق التحلي بمكارم الأخلاق المواضبة واحترام توقيت الحصة التعليمية المواضبة واحترام توقيت الحصة التعليمية مزيدة تنظيم الوقت للاستفادة منه تنظيم الوقت للاستفادة منه ولا بد كذلك من الانضباط والتحلي بمكارم الأخلاق واحترام وتقدير المعلم وباقي طلاب العلم والتأدب معهم وهذا هو اللي قد نقرأه فهذا الخلاصة من آداب طالب العلم الصبر على تحصيل العلم التواضع وعدم الخجل من السؤال احترام المعلم والمتعلم إذا أنا قد نعاود باش تقرأوا معايا من آداب طالب العلم من آداب طالب العلم الصبر على تحصيل العلم التواضع وعدم الخجل من السؤال والتواضع وعدم الخجل من السؤال احترام المعلم والمتعلم احترام المعلم والمتعلم نتبقى الله عليكم بهذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين نكونوا كملنا صورة الناس اللي ارتناها وفهمناها وفهمنا المعاني ديالها وحفظناها وتعرفنا كذلك على فضل طالب العلم وعلى فضل طلب العلم والآداب اللي يخصي يكون فيها طالب العلم وصلنا إلى نهاية حصة مادة التربية الإسلامية مقاومة على مادة الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة